لم يكن الأسبوع المنقدي بالأفضل فيما يخص المساعدات إلى قطاع غزة فقد انخفض عدد الشاحنات النافذة إلى القطاع بشكل كبير بعد رفض الجانب الإسرائيلي للعديد من المواد الإغاثية عادت مرة أخرى من دون إبداء أسباب ضمن سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي العقابية والتجويعية للشعب الفلسطيني الأعزل هذا ومن المنتظر أن يتوقف العمل بمعبر كرم أبو سالم غدا السبت حيث يصادف العطلة الأسبوعية في إسرائيل المزيد يطلعنا عليه المراسل باسم أبو العين تحياتي إليكم من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء نتابع الوضع في غزة ووضع المساعدات الإنسانية يوما بعد آخر لم يكن هذا الأسبوع هو الأسعد إطلاقا في حياة الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب في خصوص المساعدات الإنسانية حيث إن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع هذا اليوم شهدت انخفاضا كبيرا وملحوظا وتعنطا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم والتي كانت تعيد الشاحنات مرة أخرى رغم تكدسها هنا في منطقة تمركز الشاحنات في شمال سيناء سواء كانت في العريش أو في بالقرب من أو بجوار معبر رفح حيث كانت ترفض الشحنات بشكل تعسفي ومن دون إبداء أي أسباب أبسط مثال كان بالأمس حيث دخل سبعون شاحنة إلى قطاع غزة لم تمر عبر كرم أبو سالم إلا 12 شاحنة فقط والبقية عادت باستثناء الأربع شاحنات المحملة بالغاز الطبيعي أيضا عبرت هي الأخرى وتم غلق المعبر وكان القصف بالأمس عنيفا بجوار معبر رفح وعلى طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة كان هذا هو الوضع الميداني في قطاع غزة حتى ساعتنا هذه والغد يتكرر الغلق الأسبوعي السبت لمعبر كرم أبو سالم نظرا لوجود عطلة أسبوعية في الجهات الإدارية الإسرائيلية ويترتب عليها توقف العمل في معبر كرم أبو سالم ولكن آلة القتل لا تتوقف والحرب لا تتوقف ولا تعرف عطلات نهايات أسبوع من مدينة العريش التلفزيون المصري باسم أبو العليم